فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةِ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا تدري هذه الكلمة شنو؟ هذه الكلمة تهزّ الأكوان الأكوان تهز هم أجيب لك ماذا قال ابن أبو الحديد في هذه الكلمة قلت لك ابن أبو الحديد أديد يعرف معاني الكلام وزن الكلام يقول قوله عليه السلام فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا هَذَا كَلَامٌ عَظِيمٌ عَالٍ على الكلام وَمَعْنَاهُ عَالٍ عَلَى الْمَعَانِي الكلام أعلى من الكلام المعنى أعلى من المعنى أعلى من المعاني وَصَنِيْعَةُ الْمَلِكُ مَنْ يَصْطَنِعُهُ الْمَلِكُ وَيَرْفَعُ قَدْرَهُ يقول ليس لأحد هنا يشرح كلام أمير المؤمنين يقول ليس لأحد من البشر علينا نعمة بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا فليس بيننا وبينه واسطة إحنا بيننا وبين الله ماكوا واسطة أستاذنا المباشر الله هو ربانه هو علمنا هو صاحب الفضل علينا وَالنَّاسُ بِأَسْرِهِمْ صَنَائِعُنَا فَنَحْنُ الْوَاسِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه أنهم عبيد الله وأن الناس عبيدهم أمير المؤمنين يقول إحنا عبيد الله وإنت عبيدنا عبيدنا أسأل مخالف يقول أخشرك افهم الكلام افهم الكلام ما يفهم ما يفهم هم عبيد الله تبارك وتعالى هذول مؤاله هذول مخلوقون وليسوا خالقين هم عبيد الله الله اصطفاهم وبعد ذلك جعل البشر البشر الناس الخلق الناس الخلق عبيدا لهم في الطاعة في الطاعة ما في العبادة ما في اعتقاد الألوهية فيهم اعتقاد الربوبية فيهم لا هذا كفر هذا الشرك أما واحد يقول أنا عبد لأهل البيت في الطاعة أطيعهم مثل الخادم العبد فعلا يقال هذا عبد فلان عبد عبد لرسول الله عبد لأمير المؤمنين عبد لفاطمة الزهراء صلوات الله عليهما أجمعين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم الله يصفهم بماذا بأنهم عباد للمؤمنين عباد بعد حتى مو عبيد يقولون القرآن أصل الشرك والعياذ بالله ما يفتهم العقلية البكرية عقلية جامدة غير مرنة مو متعقل ليش؟ لأنه طريقة التربية والتثقيف عند البكريين طريقة التلقين تلقين 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 ليل نهار يروح خطبة الجمعة شنو يسمع عباد الله اتقوا الله ألا وإن كل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ارحم الخلفاء الراشدين اللهم ما أدري التابعين لهم إلى آخره كل تلقين 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 وصراخ صراخ بس واحد يريد يا أخي مثل هذا واحد كان متشيع عندنا بالكويت قال والله فرق أول مرة كان يحضر خطبة جمعة وإل من حضرهم للشهيد المقدس سيد محمد رضا الشيرازي على الله درجاته هم وحصل له أحسن واحد وهم بهدوء أو كذا قال والله فرق أول مرة أشوف واحد هشك الخطيب جمعة يتكلم العادة الروح مساجدنا اصياح اصياح وكلها محافظين ونفس الكلام وكذا وبس نريد يخلص حتى نصلي ونطلع همزين أول مرة نشوف واحد يتكلم موضوع أكو بفائدة أكو بشيء مفيد أكو شيء ينور العاقل همزين نسمع هالشكل ماكو عند المخالفين ماكو حالة من الجمود والسطحية والتسطيح ليش ليش شن السبب أيها الإخوة هذا قررته لكم سابقا في بعض المحاضرات قلت لكم الجهل يقودك إلى البكرية الجهل العلم يقودك إلى التشيع تسطيح العاقل يقودك إلى البكرية التعمق في القرآن في السنة في التاريخ عرفت شلون في الآثار دغوص 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 يقودك إلى التشيع لازم هم ما يريدون من أبنائهم يتعمقون ما يريده بس يجي يقول يقول شو تقول بهذا الحديد وأشبهات الرافضة وما أدري شنو لا تخليه لا تكمل لا تنظر مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أمسك أمسك لا تتكلم لا تفتح الملفات العتيقة أبدا لا تتكلم ما لك علاقة إشلون يا عمي سيدنا قتل سيدنا رضي الله عنهم وأرضاهم ما لك علاقة هم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين خلص ما لك علاقة كلهم قاعدين مع بعض سدي تغدون في الجنة ما لك علاقة شنو هذا الكلام شنو هذا المنطق يريدون عزل أبنائهم عن التأريخ عزلهم عن الماضي كلية ويريدون إبقاءهم يعيشون على الأوهام الأوهام والدعايات الفارغة الكاذبة يخاف إحنا أبنائنا نقول لهم بالعكس اتعمقوا روحوا اقرأوا اقرأوا أصلا لكل المذاهب روح اخذ منهاج السنة لابن تيمية اقرأ من أولا إلى آخرة شوف يأثر عليك ابني أقول له هذا الكلام شوف يأثر عليك يأثر عليك هذا الكتاب حرف واحد ما يأثر يشوف كلام خرط عرفتش لون محصن محصن أما هم ما يسمحون يسمحون الآن أنه أبنائهم يقرؤون كتاب الفاحشة ما يسمحون يالله أنا مستعد نبعث لكم كتاب الفاحشة بلاش ما عندنا فلوس وين نبعث بلاش يعني المهم نبعث زين اسمحوا خلي يباع في مكتب في هذا معرض الكتاب الدولي في الرياض ما أدري جدا وين يسوون خلي يسوون خلي يعرض الكتاب ليش خايف ليش خايف خلي أنا مستعد أسمح أنا أقول شكعتكم من كتب تهاجم الشي عجيب إحنا نعرضها وهي موجودة هي موجودة بمكتباتنا موجودة وتباع منهاج السنة هذا ما الإبن تيمية الذي يهاجم الشي يباع في مكتبات الشي لأنه هذا نستفيد منه نستفيد منه إحنا كل كتب ومحنا نستفيد منه الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقة لابن حجر الهيتمي يعني إحنا أهل البدع والزندقة هو مألف كتاب رد علينا هذا الكتاب تحفة بالنسبة إلينا تحفة جاي رايد شون يكحلها عماها ماكو جاي يريد يردنا وإذا بنا نرده من كتابه يعني كتابه أثبت صحة كثير من الآثار الأحاديث التي نحن نحتج بها على القول فبالعكس أنا أدعوكم ألفوا ما تشاءون في رد الشيعة وفي يعني الهجوم على الشيعة اكتبوا ألفوا اطبعوا إحنا نشتري منكم نجيب ونعرض ونخلي أبنانهم يقرؤون ولا عندنا مشكلة بالعكس لأنكم بذلك لا تكشفون إلا عوراتكم ولا تفضحون إلا سوآتكم ولا تحرقون إلا لحاكم هذا هو الواقع اللي يكون على حاق عنده ثقة بالنفس ما يخاف خلي خلي اللي موجود موجود ما نقطع أي شيء عنكم نفرض إحنا الآن نحكم الدول الإسلامية كلها الشيعة يسوون ثورة عالمية الشعب يريد ظهور الإمام صدق يصير بهم خير الشيعة لأول مرة يأخذون كل الحكم في الدول الإسلامية والعربية كلنا نحكم ما رح نمنعكم خليهم قنواتكم موجودة خلي ليل ونهار تنبح ماكو مشكلة كتبكم هماشية مساجدكم ماشية أعمالكم ماشية إحنا بس نمنعكم من القتل بس نمنعكم من القتل أما تريد إحتي إحتي روح ليل نهار روح اتكلم عائشة وعائشة وأبو بكر أبو بكر عمار عمار ما نمنعكم إذا السلطة بيدنا ما نمنعكم ما نمنعكم صدق ما نمنعكم هذا منهج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام منهج الأمم الطاهر لأنه إحنا ما يضرنا كلمة مقابلها كلمة شنو يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه يقول إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا حججناهم كلمة مقابل كلمة وإن خرجوا علينا قاتلناهم إيه تروح توصل إلى مستوى القتل والإرهاب نعرف شغلنا وإياك أما ما عدا ذلك يا أخي لكل دينه هذا إلى دين وهذا إلى دين لكم دينكم وليا دين لا إكره في الدين خليك أنت على دين وروح روح شوف على من تقدر تأثر على من تبقى بس اسمح اسمح الآن السلطة بيتكم الآن السلطة ما زالت بيتكم في المستقبل ترح تروح منكم راح تروح فالآن استغل الفرصة استغل الفرصة اسمح للإعلام الشيعي والثقافة الشيعية والكتب الشيعية وجهة النظر الشيعية أن تتداول فيما بين أبناك إذا أنت على حق من شنو خايف المثل يقول يا جبل ميه الزكريح أسا لازم يبدلون المثل يقول يا جمل ميه الزكريح جمل عائشة مثلا ما أدري المهم إذا أنت جبل فميه الزكريح من شنو خايف خليه يتكلمون أما كل يوم طالعين لنا طلعة يردون بالدستور المصري يخلون شنو فقرة مادة دستورية لمقاومة المد الشيعي وتجريم التشيع في مصر يريدون في الكويت يسوون قانون إعدام من ينالوا من عائشة يريدون قناة فدك طلعت على نائلسات قبل سنتين طلعت على نائلسات ما تحملوها أربع خمسة أيام سدوها وإلى الآن يبغون الغوائل بقولة معاوية على قناة فدك يريدون قطعها بأي وسيلة وتحريضات ومحاكم وقضايا ومظاهرات وهايد بارك وما أدري شي يسوون وتهديدات وكذا ولكم دا تفضحون أنفسكم أنتو شقد مهزوزين شقد مهزوزين شقد أنتو ما ريد أعبر ذاك التعبير ما ريد أعبر شقد أنتو خالي الوفاض ما عندكم شي هل قد كلمة واحدة تخليكم ترجفون كلمة واحدة كلمة واحدة عايشة في النار شو سوت بيكم حرب عالمية ثالثة شنو الصاير بالعالم خايفين هذا الخوف والفزع والاضطراب كله دليل على أنكم على باطل على باطل أنتم استغلوا الفرصة لأنه بعدين إذا يقوم حكم شيعي يمكن بعدين تطوير الطيور بأرزاقها الشيعي يعملونكم بالمثل الشيعي يعملونكم بالمثل مثل النبي صلى الله عليه وآله وكفار قريش النبي شنو كان يريد كان يريد في مكة يسمحوا له حرية يتكلم ولكم دينكم وليا دين نزلت هذه الآية نزلت هذه السورة صحيح؟ ما سمحوا له حرب 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 بعدين لما فتح مكة غصب عليهم يجب السنة الثانية قال شنو لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان وخلص أمنعكم نهائيا وكل ينتهي بعد ما أسمح مشرك بعد ما يبقى في مكة خلص ليش وداوها بالتي كانت هي الداء وانتو اخترتوا هالطريق انتو اخترتهم الآن ممكن بعدين لما يقوم حكم شيعي عاملكم ترى بالمثل بعدين ماكوا عندكم إذا حكمنا ما عندكم بعد لا صلاة جماعة تقدرون تسوون بالحرم المكي ولا صلاة جماعة بالحرم المدني ولا عندكم فضائيات ولا نسمح أبدا نعيشكم في ذل في ذل يعني الواحد ما يقدر يتكلم في مدح أبي بكر في مدح عمر في مدح عثمان عائشة إلا في نطاق ضيقوا في السراديب يعني لازم يتقي لازم يسوي تقية عرفتوا شلون ما يتكلم علنا أبدا تريدون هالشكل تعاملون بذل مادام ما تريدون أحد يعاملكم بذل ليش يتعاملون بذل ليش يتعاملون بهذا الأسلوب احترمنا نحترمك أعطينا حقوقنا نعطيك حقوقك سواء بسواء هذه هي العدالة والمساواة ما يريد ما يريد إلا يريد أن يدوس عليك إلا يريد أنه يذلك إلا يريد أن يتحكم بك هذا ما نقبل وين عايشين العصر تبدل وين أنت استيقظ وين التشيع يسري يتغلغل الآن في المجتمعات في الأمة الإسلامية خلال سنوات نحن نصير أكثرية ينتهي الموضوع فوين أنت عايش متصور إلى الآن عايش في القرون الوسطى عايش في قرون بني أمية وبني العباس اللي كل شيء بيدك السلطة والإعلام والجيش والمساجد والشوارع وكل شيء بيدك يا أخي الزمن تبدل تغير التشيع الآن يبزغ نجمه التشيع في ازدياد عدد الشيعة في ازدياد في كل الأمصار أحسن لكم الآن تتفقون تتفاوضون لأنه بعدين ما نقدر نضمن يعني أنا قد أكون معايش ذلك الوقت ما أكون عايش فما أدري بعدين البقية يطلعون متعصبين أكثر مني فما يسمحون لكم حتى بهذه الأشياء البسيطة ما يسمحون لكم تريدون هالشكل الأمور تتوجه إحنا اللي يتشيعون عن طريقنا شهد الله إحنا نلجمهم هذو ألا اللي يتشيعون والأخوة المكتب يعرفون يعني هالحالة موجودة عندنا المتشيعين من يتشيعون خلاص يريد يدوس بنزين على الآخر على الآخر نهائيا عرفتوا شلون خلاص يكفر اللي أكو اللي ماكو يريد يسوي يحرب ويريد يسوي مشاكل يقول لها يا عمي على كيفك إحنا نلجمهم يقول لها عمي دوس بريك مو هالشكل طبيعي شخص ينتقل من الظلمات إلى النور يستشعر هذه الحالة شايف شلون إحنا بعدين يمكن ما نقدر نسيطر على المتشيعين الشيعة أنا أدري يسيطر عليهم لا تخافون بس المشكلة في المتشيعين المتشيعين يا أخي صاروخ صاروخ نووي من يقدر يوقفهم صراحة أنا قلت لكم أكثر من مرة أتنبأ أتوقع حسب قراءاتي أنه خلال فترة زمنية وجيزة المتشيعين هؤلاء هم سيكونون في صدارة وطليعة الأمة الإسلامية وسيقودون الحالة يعني الظروف والمعادلات هم سيصنعونها خلص انتهى بعد دوركم أنتم الشيعة القدماء أستثني بس الأخوة المتشيعين الشيعة القدماء هذا الشيعي ابن ستاعة الشيعي الآن بعد خلص هذا بالأواخر صاير بالأواخر إن لم يكن من الثلاثة الذين أخلفوا إنزين إذا ما كان هكذا فهذولا هالشكل يعني بالأواخر يلتحقون المتشيعين هم القضية الآن هم اللي رح يقودون الساحة ما أدري هذول المتشيعين اللي في مصر متشيعين اللي في المغرب في الجزائر في تونس في اليمن في الجزيرة المحمدية في الخليج ما ندري يعني كل الآن كل فئة تنافس الأخرى شايف شلون ولكن حقيقة سباح واقعا فهذولا رح يفرضون معادلة معينة في المستقبل هم سيهندسونها إحنا كلامنا لأهل الخلاف جهلة طبعا علماءهم والواعين منهم يقدرون كلمتي هذه أنا وصلني من ذي قبل وصلني أنهم يفتهمون هذا كلامي جيدا ويعلمون بأنه هذه كلمة صدق أنا أقول الآن خلي نشكل معادلة فيها نوع من العدالة من المساواة ما بين طوائف المسلمين بحيث هذه المعادلة تكون ثابتة وراسخة الكل يعيش يرتاح تعايش مشترك في وآمن وسلام حتى في المستقبل ليصير ردات فعل المتشيع لا تحصلوا مننا ردة فعل بسبب الكبت والاضطهاد يروح يراويكم الأمرين بعدين يذيقكم الأمرين الآن اداركوا القضية الآن لا يسمعون يظلون يعاندون 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 مثل ما عاند القذافي عاند عاند من البداية قالوا لي يا عمي روح روح إلى صديقك تشافيز هذا ما من البداية في نزول زين روح هناك كان عايش معزز مكرم معك ملايينك انتهم أبنائك وعايش زين ظل يعاند يعاند جرذان زنق زنق ما أدري شنون إلى آخره إلى أن زنق 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 عارف شلون قتلوه قطعوه إربا إربا إليش وصلت حالك لهذه المسألة من البداية افهم يعني واحد لازم يقرأها من البداية بكرين نقول نفس الشيء يا جماعة بكل محبة وصدق نقول ادار كل موقف لأنه يصير ضغط على الشيعة الفترة الأخيرة الشيعة شوفوا بركان تحت الرماد صراحة بركان إش قد يتحملون تفجيرات إرهاب قتل سباب شتائم لعن تسقيط تحريض شحناء بغضاء تجريدهم من حقوقهم اضطهادهم كبتهم في كل مكان بوعبع صاير شبير اسمه شنو المد الشيعي صاير عندهم فوبيا 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 التشيع صاير عندهم شون أكون هنا فوبيا الإسلام أكون فوبيا التشيع صاير عندهم مرض كثرة الضغط كثرة الضغط رح يخلي الأمور تنفلت تعال يا عمي خلي نسوي معادلة اجتماعية مدنية سالمة تعيش الجميع فيها ناء ووئام وسلام وتعايش مشترك تعال حتى تضمن مستقبلك تضمن مستقبل مشرق مستقبل طيب ما يسمعون الكلام يعاندون شتسوي إياه الكلام أيها الإخوة يطول لأنه ما أكملنا حديث كتاب مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفيه فوائد عدة فهذه إن شاء الله تعالى نرجعه يعني نرجع ما تبقى إلى الليلة المقبلة ولا تفتحوا باب الاتصالات ابدأوا بالعزاء